بعد خمسة أعوام من الحرب يجد اليمنيون أنفسهم عالقين في حرب تبدو بلا أفق أو هكذا يراد لها من قبل أطراف مختلفة ترتفع الأصوات مطالبة الشرعية بمكاشفات لا مجاملات ومعالجات لا مهدئات فالواقع اليوم لم يعد خافيا على أحد وفي القلب من كل هذا تبدو الشرعية وقد أصبحت غائبة عن واقعها ومغيبة عن قرارها بعد أن صارت إنعكاسا واضحا لمساوئ الرياض تجاه اليمن يقول مراقب الأزمة اليمنية إن المعركة مرهونة بحضور القرار السياسي وأن هذا التشضي غير المسبوق الذي تشهده البلاد لا ينبغي السكوت عنه لأن مآلاته تخصم من مستقبل كل اليمنيين بما فيهم أولئك المتورطون بهذه اللعبة الخطيرة شعب بلا قيادة هو شعب بلا إرادة أو هذا ما يقوله واقع الحال في اليمن على الرغم من توفر كل مقاومات القوة اللازمة للانتصار في معركة وجودية كمعركة اليمنين مع ميليشي الحوثي الشرعية تائهة والجيش ممنوع من تحقيق أي انتصار عسكري ومحروم من السلاح والتمويل والأحزاب تدور في فلك الخصومات القاتلة على هامش الصراعات والمطامع الخارجية ليصبح حال البلاد عكاسا بالغ السوء لكل هذه التشوهات المميتة ترهلت المعركة وشاهد الآمال بنصر محقق وتسعت على حساب ذلك خارطة الشتات والنزاعات البينية وبات لكل جماعة جيشها الخاص وراياتها الخاصة في حين تجد من يقول إن اليمن الآن قد تجاوز اللحظة الفبرايرية إلا أن هناك طرفا لا يزال يرى المشهد من منظار الثورة ليبقى السؤال ماذا عن الثورة وشبابها وما الذي يجب عليهم فعله في هذه اللحظة لتجاوز المأزق التاريخي لليمن اليوم لا قرار باستمرار الحرب ولا بوقفها لتصبح حربا من طرف واحد تتوسع كل يوم على حساب آمال اليمنين ومستقبلهم فيما يعيش الشعب مرحلة أشد مرارة من أي وقت مضى بعد أن تعددت أسباب موته بما في ذلك الموت جوعا وتلك ميتة العصور البائدة فكيف أصبح الماضي مستقبلا لأمة تضم قرابة 30 مليون